أكد رئيس الوزراء مصطفى القاظمي ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع ثرواز بين مناطق العراق كافة وعدم إقحام المناكفات السياسية في ملف قوت المواطن ومستوى الخدمات المقدمة له وذكر بيان لرئاسة الوزراء أن القاظمي أشار إلى أن مسودة الموازنة المالية التي أرسلت في وقت سابق تهدف إلى الأصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية التي من شأنها أن تعالج جزءا كبيرا من مشاكل الاقتصاد العراقي التي يعانيها منذ عقود وأكد الكاظمي ضرورة تفعيل آليات الأتمة والتعامل الرقمي وتفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي في مسار الإصلاح الاقتصادي